اشتركوا في القلبي اشتركوا في القلبي وما تاخدنينا وقت وتنجز ونفس الوقت تطلع هيك سفرة مرتبة هون عم شوفكن بالمحلات أدوات المنزلية طبعا في شي بطهران وفي شي خارج طهران لما رحنا عالشمال هذا كان في هيك مجمع كبير في هاي الأشياء فحبيت هيك مر شوف شوفي أاخد هيك كم شغلة هلا بشوفكن شو شتريت من الشمال وفي شي من طهران يعني كل شي هيك بتحبوا ستة البيت موجود بمحل الأدوات المنزلية عن جد يعني حتى أرخص من أسعار طهران يعني جبت كتير شغلات بمبلغ بسيط فطهران كتير دائما العاصمي بتجي أغلى من المحافظات الثانية أو المدن الثانية وحتى عنا بسوريا بالشام أغلى من باقي مثلا المحافظات فهذا الشي طبيعي موجود ومن كان لأنه فيها تجمع كبير من الناس وبيجي كمان حدا من برا يعني بتواجد فيها أجانب أو بتواجد فيها مثلا المغتربين لهيك بتكون الأسعار دائما أغلى بكل شي إن كان أجار بيوت إن كان مشتريات تسوق أي شي هذا هلا بقلب مول بطهران هذا المول اسمه بلاديوم بمنطقة المحمودية بطهران بصراحة هذا كل فترة اللي نجي عليه يعني خلال السنة إجينا عليه خمس مرات لأن قسم الألعاب فيه محدودين الألعاب لعمر ابني كلهم لعمر أصغر فلهيك من روح على أماكن فيه ألعاب تناسبوا أكتر مثل بلياردو بولينج بلاي ستيشن فيه شي وهيك أصص تعرفه الولاد يعني لفت نظري حاطن تنك كديكور اللي بيحب يشتري كمان يعني حاطينهم أسعار إنه ممكن تحطوا بقلبهم ورد إصطناعي هيك بزاوي فيه ناس بتحب الشغلات الأنتيك أو الشغلات الهيك غريبة شوي تحتوية فكان عندهم هيك عدة شغلات لتصور بعض الأجزاء اللي قدرت تصورها هني طبعاً بكل الأماكن بتحفظوا إنه التصوير ممنوع حتى ما يظهر أشخاص بالفيديو أنا تأصدت إنه ما طلع أشخاص بالفيديو قدر الإمكان إنه يكون هيك بس الأشياء اللي حاب يشوفكم إياها هذا ساكشين كان للحمام في كل شيء أكسسوار أو شغلات منحتاجة في شعات كتير حلوة حتى الحلاقات الخزن حطيون المناشف أو الشاكير أو هيك لفت تظري هذا التايجر كتير حبيته شكله هيك مميز وحلو هيك بالمطبخ يعني حاطين هيك بعض النمازج بس فيه أماكن كمان عندهم شغلات مميزة وكتيرة أنا بحب شغلات اللي بتقدم فيها مثل هاي الأطباق مثلاً أو نحطها على طاولة بحب الصحون اللي منسكف فيها مثلاً قطعت حلو أو شيء غالباً بجيب قطعة هيك للتصوير أنا فما بجيب شغلات كتير للسكب لأنه بتعرفوا لما بجيب أي قطعة للسكب بتكون يعني راح شكلها ليش؟ لأنه وقت ما ينحط الأكل بقلب الطبق ما عطي بيين غير منظر الأكل فأنا هون بحاول نجيب شغلات سادة لحتى أسكب فيها الأكل وإبرزه فما بعزب حالي أو بكلف حالي أن نجيب أطباق غالية لأسكب فيها الأكل بس للتقديم الحلويات لأنه الحلو ما راح هيغطي كل الصحان فمناخد شكل حلو موالح مثلاً أو فواكه فهيك شغلات ممكن نجيب لأطباق حلو مرتبة هون كمان من فترة قلت بدي جيب زريعة بدال الزريعة اللي عندي اللي منقلنا على البيت الجديد هاي الاسمه الله مصلي عندي اسمه ديفين باخية هاد الشكلها بيكون فهيك بلشت تتبلورها أو صفرت فحبيت جيب واحدة بدالها فقلت هالمرة راح أجيب نبتة البامبو أو بقلولها عصى موسى جبت فازا وبدي حط لها هاكي حجار جبت هاي العلبة وعندها شوي من قبل هكي ملونين حطيتهم شان كترهم شوي وجبتها ثلاثة غصان من هاي النبتة أنا عندي مجموعة من الزريعة أشي تلاطفة هكي كل مرة بحب نجيب شي جديد إذا دبلو أو صار عليهم شي راح أبيها ماء هاي حلوتها بتعيش بالماء يعني ما بناكل همه أبدا النسئية أو شي يعني هيك كل فترة وفترة نحط له شويه ماء أو نغير لياها حطيتها هوني عند المطبخ كمان جبت هاي الزريعة الصغيرة من نفس المكان هاي شفتوه كتير بفيديوهات التصوير من قبل حب هيك عطر البيت فهدولي بيجوا مثل الشمع بس فيهم عطر كتير حلو منحطن بهاي الطريقة ومنشغلن الشرق منتشرين كتير يعني فكل مرة هيك بحط ريحة هالمرة حطيت اللفاندار بحب ريحتو كتير هيك بتبلش بتدوب على مهلة وبتعطر البيت كمان جبت للبيت ممسحة جبت ممسحة اول ما اجيت ع البلد بس كنت علقها هيك جنب البراد كل ما فتحنا البراد كانت توقاح فمع الوقت انكسرت فجبت هاي هلا ما انا معلقتها جنب البراد حاطتها جنب الجلاي انو هاي عس سريع اذا كنت بدي امسح هيك ارض المطبخ او هيك البيت بشكل عام بستعمله كتير زريفي ونوعيتها افضل من اللي كانت عندي من قبل انا اخضر اذا شفتوه بالفيديوهات السابقة كمان بتجي معها هاي العبوي بحط فيها ملمع او سائل التنظيف مع شوية ميم الددو وبحطها رائعة كتير وطريقة كمان فكة وتركيبة اسهل من اللي قبلها ومتحركة لكزا جيها وبتنفك هاي الفايبر اللي جاي معها وبتنغسل بكل سهولة يعني عملية جدا وبتنظف حبيتها كتير جاي معاها قطعتين للمسح هاي وفيه التانية يلي شفتوه هيك الى شراشيب بس عم جاربي لكم ياها شوفوا الضخ الديقوي تدخل تحت الكراسي الصوفيات كل الاماكن كمان عندي سطل مسح الو متل هاي كمان من كتر ما استخدمت انكسرت فمنح اني لقيت وحدي بدون سطل فكمان جبت وحدي للبيت بتركب هيك بتل سهولة انا بستعمل التنتين بصراحة التنتين بحسن هيكي زراف وعمليات شوفوا كيف بلش يدوب هذا المعطر هذا السطل اللي كان عندي الو ممسحة مرتبة هاي ممسحة خفيفة شوي لان منقلو بس منيح انه اذا كسرت الاساسيين فينا نجيب بدالة لان هاي القطع ما نرخيصة يعني اقل قطع فييون حقا عشرين دولار هلا رح شوفكن المشتريات اللي جبتن اول شي جبت انا هذا الفرو اللونه هيك زهر خفيف جبتوه للتصوير ونفس الوقت هيكي كقطع للبيت بحب انا هيك شغلات جبت من مول بلاد يوم هاي الميكسر للإسبريسو للكافي يعني فيها هيك كزا شغل انا عندي واحدة قديمة بصرك تبعها سعبت معانو متحرك متل هدول هدول جايين طقم مع بعض شايفين كزا واحدة وبتنشحن بدون بطارية وكمان قوتها اقوى من اللي الى بطارية شايفين اليو اس بي بتنشحن فكتير حبيتها او عملية يمكن شفتوه كمان بعض الفيديوهار السابقة هدا السلك اللي جاي معاها للشحن بس بده راس الشحن انا هون استخدمتها لعدة شغلات هدول خلطات رح اقدملكون ياهو ان شاء الله الضعدين جبت هدا الكاس هيك ضريف ازا بدي استعمله للتصوير بحط فيه مثلا حليب او شي سائل جبت كمان هدا كاس الشاي الو مصفاي او للزهورات يعني المشاريب اللي بده تتصفه كتير في شعات مميزة بس انا هيك جبت شعات العملية اكتر نحست هدا قاعدته بتقعد ازا حبيت صف الشاي او صف الزهورات شوفو كيف الغطة منقلبو بهي الطريقة منحط المصفاي هيك وبنشرب حبينا نرجع عن تقل لانه خفيف من رجع المصفاي شوفو انا كيف استعملتو انا عم نزل كواليس تصوير ازا بتحبوا تتابعوني رابط بصندوق الوصف على الانستغرام مع شوية تعديلات على الفوتوشوب جبت كمان هدول الصحنين للتقديم او لتصوير ازا بدي صور شي فيه حلويات او شي هدول كمان من بلاديهم هيك مقطعة وهي كمان بهرس فيه فواكه او شغلات هيك عصائر باردي وهي مصفايتي الشاي وكمان ممكن نستعمل لنخل الكاكاو او نخل طحين او اي شغل اللي هيكي حابين نخل فيه انا جبتها والله بصراحة للتصوير يعني هدول كل شراءات اللي عم نجيبها مشان هلأ بلشت بمنحلة التصوير الفوتوغرافي وبعدين ان شاء الله رح شعركم ببعض الكواليس ويلي يحب يتابعني حسابي على الانستغرام بصندوق الوصف جبت شوية خشبيات من المحرية اللي شفتوه مليان عنده قصص خشب وقصاب وما شابه هدا من شمال ايران هدول كلن معمولين من خشب الجوز وكمان هدا المشط هدول للتصوير جبت قسم مننن وشي رح استعمله اكيد هدول المعالي الخشب انا بعشق كل شي خشب فجبت هيك معالي تشكيلي مرات بتحسو نحن عم نصور الصور تحتاج لها بعض الاكسسوارات لحتى تعطي هيك تكوين اكتر للصورة فهدول الاشياء كله نقلت بيلزموا مها الوقت وهي صينية فيها قصب جبت هدول كمان مش هن نصور منتجات مثلا كأنه عن البحر قلت بحتفظ فيهن وكلها شغلات طبيعية من البحر هدول هلأ جبتهم من المتجر الكبير اللي جفتو بشمال ايران جبت كمان هاي المصفاي هدا البريء انا كتير كتير بحب المشتريات يعني بتحسو نقطة ضعف كل امرأة يعني اي واحدة بتروح تتسوق ما بتقدر الا ما تجيب معه قطع قطع تاني انا هدولي مو بيوم واحد جبتهم هيكي على كذا مرة يعني جبت هدول الاكواب كمان نعيير فيهن بتصوير وهدول كمان للكيك وهديك المئلة شفتوه قدمت فيه النودلز للصينة يعني الاسعار عن جد انا استغربت فيها يعني هدول اللي اشتريتهم من بداية البريء والمصفاي وهدولي حقهم خمسين دولار يلاو بدي جيبهم منطهران اكد رح احط قريب الميتين جبت كمان هدا المنوى الكابتشينو شيكر رائع كتير لصخراج رغبة الكابتشينو والفوم او المشاريف الساخني جبت كمان هدولي لتقديم العصائر الباردي زجاجتين شي ماون شلمون شي بدون الاسترا كمان جبت هدول الزباده هدول كتير بحب يجيب هيك اشياء حق الوحدي كمان شي دولار وشوي بطهران لما اجيت جبت الوحدي قريب ثلاثة دولار واربع دولار يعني كتير غالين هاي التاني لتقديم العصير انا بحب هاي الشغلات اللي هيك مختلفة عن الشي التقليدي او الكلاسيك هدول الزباد الملونين من الفخار هدول جبتهم من حديقة قريبة ع بيتنا منطهران مع هاي كمان يعني ممكن نستعملن لديكور وممكن نستعملن للاكل هدا كمان بيتعلق على الحيط او ممكن نحط على استاند ممكن كمان نقدم فيه شغلي او نحطه على طاولة لكتير شغلات كتير حبيتهم وما غالين كتير هدول هاي كم اطعال فخار اللي عليهم النقش حقهم 18 دولار جبت كمان هدا من محل الخشب بس هدا نسيت شوفكن فحطته بهاي المرحلة كمان رائع انا بحب بجيب هيك شغلات كمان مشان هلا التصوير بيعطي هيك تكوين حلو بالصورة وجبت كمان هاي الفخارة لطبخ شغلات الرز او شغلات اللحم مع خضرة يعني الفخار بتحسوا الاكل فيه بيطلع غير هدول جبتهم هيك من فترة تراميس لحفظ المشاعريب او المي الساخني او الحليب او هيك شغلات اذا رحنا على حديقة او رحنا على مشوار بعيد فممكن استفيد مننن شوفه شو مكتوب عليه دابل وول فاكين باطل جبت كمان واحد تاني كمان هادا جاي معوهم بالطارية على الغطا يعطينا درجة حرارة موجودة وهذا خرج الامهات يلي عم يعطوا لاطفال من ببرونات تعرف درجة حرارة المي قدي بشان ما تضطر انه تبردة او تقيسة بطريقة ما فتاخد درجة حرارة من خلال الرقامة يروح يظهر على الغطا جبت كمان هاي ركبت القهوة انا بحب راك واتلين حاصلة القهوة اكتر من الزجاج هيك بابع بيطلعوا بحس القهوة غير جبت من فترة كزا شهر هذا البوكس في علبة زعفران شوفو اخط صورة للزعفران زعفران الايراني معروف ومشهور هو المغربة كمان معو هذا البريق وهذا كمان الهاون اللي صغير مندق فيه الزعفران نحطهم بالبريق لحتى نحط فيه مي ونعمله مثلا ملون للرز وجاي كمان حبات الهين كتير حلو هيك كبوكس وبتعرفوا سعره مو غالي يعني هذا البوكس كله حقه 18 دولار لا تستطعش هيك شي بتذكر وما كان غالي كمان هذا اجاني من رفيقتي عالبيت الجديد طبق حلو حبيته كتير الله يعطيها الف عافية جبت كمان هي الشنطة هي اصب بس اصب بلاستيك مو اصب بحقيقية حلوي هيك خرج روحات الحدايا توسع كتير شغلات وشيلتها حلوي اذا كنتوا عم تتابعوا الفيديو لحد هاي اللحظة بتشكركم كتير من كل قلبي على دعمكن يعني هيكي جمعت لكم المشتريات كله تتقريم بهذا الفيديو هلا هون بلشت جهز لجية ضيفتي على الفطور اكيد بكل مرة لما بدي جيني الضيوف لازم زيني البيت بيباقة من الورد للاسف ما كان عندي فوازة الفوازات وهذاك البيت كانت كتير وزا هدا البيت ما جبت لانه كان عندي زرايع كتير بالبيت طبيعي فما كنت عم جيب ورد طبيعي الا اذا اجاني ضيوف حطيتها بزجاجة بعصير بس طلع شكله يعني حلو هلا دعملكم فكرة لتقديم المحارم مثلا اذا حبيتوا تعملوا هيكي الاستفرا ديكور حلو بنجيب من هاي المحارم من الاكس لارج الكبيري بنحط محرمتين فوق بعض طبقتين بنطوية بهاي الطريقة و بنسبتها بايشي مطاط او ضبوس و بنفتحها بهذا الشكل اذا كانت المحرمي ملونة من الجهتين بنفس اللون بتاخده لسه شكل احلى للوردة يعني فيكن تفتح هوه حتى من جهتها يعني بس انا كان لون المحارم من تحت على ابيض زي شايفين لهيك ما قدرت افتحها كاملي فتحتها من جهة بس اللي عليها اللون الأحمر رح اقدمها بهذا الشكل على طاولة السفرة و بنجيب الكاسي و بنحطها بهاي الطريقة اذا حبيتوا تقدموا هيكي الصحون او طاولة السفرة بطريقة يعني مختلفة عن الطريقة التقليدية شو رأيكم بالفكرة انا حبيتها جربوها هلا بلشت تحضر قبل بيوم بالليل بديعمل حالة سريع هو مؤلف من اربع مكونات بسكويت اللوتوس او فيكن جيبوا اي نوع بسكويت سادة او بالكاكاو زبدة اللوتوس فيكن استعمله زبدة عادية بس طبعاً اللوتوس اليو هيك نكهة بتعرفوا انتو بطحن البسكويت استعملت نصف باكت البسكويت اللوتوس بس الحجم الكبير وما رح خليه كتير ناعم خليت تكون هيك في شوي حبيبات ليعطيني هيك قرمشة طيبة رح اط معلقة مليانة من زبدة اللوتوس او الزبدة العادية ورح احط حليب محلى مكثف واخلط لحتى اخد قوام هيك عجيني متماسك لساتة هيك ناش فيه لسه بدي حط عليها حليب مكثف فيكن تحطه اشطة بس الاشطة ما بتطول معكن يعني بتقعد له هيك مكسموم اربعة ايام بينما هي بتقعد معكن شهر بالبراد ما بصير عليها ابدا اي شي ولا بتعفن لان المكونات كلها جافة بتعرفوا الحليب المكثف بطول لحتى يخرب والبسكويت كذلك والزبدة اللوتوس كمان فلهيك اخترت شغلات انه تاخد وقت حطيتهم بقالب سيليكون فيكن تحطوهم باي قالب بتوفر عنكن وبتضغطو انتو القاعدي بايشي متوفر عنكن انا جبت غطة زجاجة ومي وهلا رح دوي بالشوكولات بحط عليه نقطة زيت يعني شي معلقة مشان هيك اخد لمعة حلوة وهيكي كمان الشوكولات ما بتحترق رح احطه بميكرويف خمسة عشر ساني طلعه وارجع دخله كمان خمسة عشر ساني وارجع طلعه لحتى تدب تماما ما تحطو الشوكولات مرة واحدة بالميكرويف بتصير بتبرغل معكن وبتنشف فهيك بتحصلو على قوام شوكولات رائع بوزع الشوكولات فوق هاي الطبقه وبقي بس نزينها بايشي عنا فيكن تتركوها هيك سادة انا مرات بتركها سادة ومرات بحط عليها ايشي متوفر عندي اما فستق او لوز او ورد مجفف فيكن تحطو زبيب اي نوع مكسرات بتكون يا وهيك صارت جاهزة في اسهل من هيك ونحطها بالبرات وهي اصلا نص صعب تتماسك وفيكن تقدموها هدول من فترة ساويتهم كمان بس قدمت معهم صوس الكراميل كمان بيعطي طعم طيب قلت بدي اعمل صنف تاني من الحلوق اخترت ترافل المانجو بيعاء راح افرغ مغلف واحد من الكريمة شانتيل بودرة ووزنه 75 جرام ومعلقتين طعام من الاشطة الكريمية وباقي عبوة الحليب المحلل مكثف مالك ماد وراحط مغلف واحد فقط البودرة من الكريم كراميل ومعلقة مليانة متل مو شايفين من الجبن الكريمة ونصف كوب من الحليب البارد وبخفوق ترافل طيب واللزيز يعني متل هيك خلطت التشيز كيك حضرت انا هدول الكاسات او بتحطوهم بصينية حسب ما بتكون عندي بسكويت 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 سافيار حط عصير المانجو او اي عصير بتكون ممكن تحطو حليب اذا ما تفر العصير بغلف البسكويت بعصير المانجو وبرتبن بالكاسي كطبقه اولى هو معروف للترافل بنعمل هيك بزبدية او بولة كبيرة وبنحط هيك طبقات وبتقدم فيكو تعملو بكزانك هاكيد هلا الخليط راح حط داخله حبتين من المانجو مقطعين بهذا الشكل هنه وبصراحة كان انا عندي ببراد حبتين شوي مستويات فقلت بعمل فين هدا الترافل بيطلع طيب وبعمل طبق حلو مميز وكانت عندي المكونات بدي حضر للطبقة الثالثة بيعاء قابل للطبخ راح احط كاسي او 300 مل من عصير المانجو مع معلقة نشا ملياني بما انو العصير بيجي في سكر فما اضفت سكر بحرقهم على البارد بعدين بطبخهم على النار مجرد هيكي ياخدوا غلوي وينطبخ النشا ما يضللوا طعم برفعوه وبسكبوه مباشرة فوق طبقة البيضة بدون ما انتظر لحتى تبرد الطبقة التحت انا عملت اربع كاسات ورح احطوا بالبرات وباليوم الثاني وقتا بدي اقدموا وبزينوا بحب اكتر شي وقتا زينوا حط معه اوراق النعنا بيطلع هيكي الشكل وحتى طعم كتير طيب ما في مشكل الشكل اللي طلع هونين مهم الطعم واخر شي من زينوا حسب الرغوية اللي بدي حضر صوس البستو بدي اعمل هيكي للفطور شغلات هيكي سريعة وما بتغلب حطيت كمشي من الريحان وكمشي من الجوز وسناي التوم كبيري وزيت زيتون وراحط نصف كوب من جبنة البرميزان وراح اخلطن هيكي شوي ازا حسيت انو بدون زيت برجع بضيفي شوي ونسيت حط رشة فلفل صغيري لا تذكر ورشة ملح رجعت كترت شوي زيت الزيتون يعني انتو بتشوفوا القوام كيف لازم يطلع من خلال الخلط شوفوا على القوام اللي حصلنا عليه فيكم متحطولا كتير اكلات انا رح حطوا بعلبي بالبرات واليوم التاني بشوفكم شو رح اعمل فيه انا عمامل هاي تحضيرات قبل بوقت كمان حاب بي اعمل مع البيض هيك نكهة بيوعاء رحط زيت زيتون وحابة بصل هيكي مفرومي وسن نايت توم مدقوقة وفلفل ملون هيك كمان شوي اللبن على نار متوسطة هستعمل هاد الفطر ليتو بالسبر ماركت نضيف لا بدو غسيل ولا بدو مسح ولا بدو شيء متل ما هو اطعت كمية لمربعات ورح اضيفها فوق المكونات السابقة مع رشة فلفل اسود رح حط هيك رشة ملح هذا الطبق طلع كتير طيب يا جماعة عن جد بنصحكم تجربو هلا بتشوفو معي بنهاية الفيديو كيف رح اضيفو مع البيض ورح حط رشة صغيرة من الزعتر او الأوريغانا يعطي طعم ونكهة مميزة وما حبيت ضيف بهارات تاني اكتر من هيك يعني فلفل والزعتر بكفة رح احطهم بعلبة وعلب الراد هاي كله متل ما قلت لكم انت جهزات مسبقة قبل بيوم الصبح انا بقيون جاهزين بس بكمل خطوات بدي اعمل بوريك الجبن فبدي اجهز الحشوة جبت جبن عم ابرشو هذا جبن موزاريلا بعرف الفيديو صار كتير طويل بس متاقدر حتسفيده كتير منو رح احط كمان جبن هيك بيشبه جبن الفيتا او القريش فينا نقول بيعطي قوام وطعم طيبي كمان للخلطة ورح اضيف علبة القشطة يلي اضفت منها لطرفل المانجو رح احط منها شوي وعندي بقدونس كتير البوريك طيب معه البقدونس رح احط هيك كاسي مفرومي ورشة حبة البركي ورشة سمسم كأنكن عم تعملو خلطة برك جبني رشة فلفل اسود بس هون ما رح اضيف بيض لان ما بد اقلي رح احطوه بالفرن باليوم التعني بس بخلط المكونات بشتغل فيه تحدث بس بخلطي من عم سجل ؟ بس صح ، الصبح لما زوجي راب عدوام وابني على المدرسة ضليت فاقفة تحت الشبابيك وحبيت هيكي بخبخ البيت بريحة ماء الورد وكمان بخبخت الزرايع كلها سقيتهم وتوجهت للمطبخ بدي أعمل هلأ خلطة البوريك السائلي عندهوني حبتين من البيض راح أضيف عليها نصف كوب من الحليب هاي تشريبي للبوريك طعطي طراوي وطعمي طيبي ورح أحط كمان ربع كوب من الزيت زيت نباتة ومشان زين خلط البيض راح أحط هيكي نصف معلقة من الخل ورشي من الفلفل الأسود وقليل من الملح بخلط وبتركونا على جناب بجيب صينيه بدهنا بالزيت أو بالسمني حسب ما بدكن أو بالزبدي عندي هلأ ورق البقلاوة راح أستعمل الباكت كلياتا وهلأ بدي أخلط الحشوية اللي جهستها بالليل قبل ما نام حيث جهازات كلها بتوفر علي مجهود الصبح بيبقى بس التطبيق والتكميل ضيفتي راح توصل الساعة 11 وأنا هلأ عندي الساعة 8 ونص يعني لسه في وقت بما أني مجهزة بعض الشغلات ورح أعمل هيك كمان شغلات تانية سريعة لبشوفكن إياها فبقدر بعمل السفرة بسرعة حطيت هلأ طبقتين من ورق القلاج ودهنتهم بالخليط السائل اللي عملته بيض وحليب بحط هيك كمان طبقتين تانيات وبشربهم بالخليط السائل بحاول رتب الأطراف حتى يطلع عندي شكل قطع مرتب اللي ما بدي أقطعهم بعد ما عملت ست طبقات هلأ بحط طبقة من الحشوة وبرجع بكرر كمان ست طبقات وبرد بحط الحشوة وآخر شي بسكر بست طبقات هيك بتخرص عندي الباكت كلها يعتق الباكت هي الورق جاي كتير عريض أنا قصيتهم بالنص وبلشت حط عوات قطر الصينية حطيت طبقتين من حشوة الجبنة بتكفي وبتطلع هيك مدعومة وغير شكل وشوفوا هلأ هي على الشاوي بالفرن أو الخبز بتنفش وبترتفع لفوق حطيت الخليط كله يعتو حتى يطلع هيك البوريك كله هيك رطب وطبعا أنا لو في عندي وقت أكتر بتركه مشرب لمدة ساعة قبل ما حطه بالفرن لكن الوقت كان يعني كتير صعب في شغلات بدي حطه بالفرن لهيك مباشرة أنا طبقته وحطيت له باقي الخليط وقطعته مباشرة دخلته على فرن حامي على درجة حرارة 200 بحطه بالرف قريب على السفلة وبشغله فقط من الأسفل بس اللي تحمرت الأطراف وأخذ هيك لون بطفر من تحت وبشغله شوي لياخد هيك لون خفيف جدا حاولوا إنكن ما تشهوا من فوق بس مجرد هيك ياخد لون هو أثناء حطته بالفرن رح ياخد السطح شوية لون حطيت هيك رشة سمسم في كتحطه للتزين حبة البركة كمان أنا حطيت من الاثنين بنعطي هيك شكل حلو وبس متل ما قلت لكم إذا في مجال تركوه يتشرب إذا ما في مجال تغريع الفرن بدي حضر كمان صوس سريع هذا بدي استعمله للصندويش اللي بدي أعمله بحط مايونيز بقلب عبوي وراح حط هات صوس بيعطي طعم طيب هدا اختياري أكيد وراح حط كمان معلقة من الخردل هاد الصوس يا جماعة رهيب طيب مع البرجر طيب مع صندوش البطاطا طيب مع كتير شغلات فيكن تحطو ميت مخلل أو بتحطو خل بدكن حطيت رشة فلفل ومنحركن وهيك بصير عندي الصوس جاهز قطيب صوس بالعالم لكتير شغلات فيكن تستعملو جبت أنا توست كتعاملي مطبق منقله بحمص أو هي مسقعة فقلت هيك بعمل شوي بقدمهم بصحن التوست الميني راح حطو بالصينية بدي بخوا بقليل من زيت الزيتون منسيتهم بخوا حطيت له الخلطة بعدين بخيته بزيت الزيتون حتى ياخد هيك طعمي وتحميره يا جماعة ما بتدخلوا شي طلعت طيبة مسقعة مع التوست وكمان حطيت جبن موزاريلا قطعتهم هيك القطع صغيري بخيت الصينية بالزيت متل ما شفته وبدخلن هيك الفرن فقط من الأسفل يادو بيتحمر التوست وبطلعهم راح هلأ أحمس خبز بدي أعمل كمان صندويشات بدي أحمس زبدي خفيفة بمقلاي وجبت من هذا الخبز بدي أعمل صندويش طيب بصوص البستوي اللي عملته قبل بيوم الليل بحمس الخبز بالبداية جاي منكه بالأعشاب كتير طيب طعمه وبيجي هيك طريفة أنا هيك حبي أعمله طحميصة خفيفة لنأخذ هيك أرمشي أثناء الأكل صندويشات يا جماعة هيك لجوع آخر الليل لفطور هيكي طيب لذيذ نوعه في سفرتكن حتى صندويشة غدا فيكن تعملوها برجع بحط شوي من الزبدي وبحمس كمان حسب الكميل اللي أنا بدي أعمله وأكيد برفع الشرات اللي عبتنحرق من الزبدي حتى ما تلزق بباقي القطع بعد ما رفعهم من المقلاي بدهنهم بصوص البستو متل مشايفين وكن جاي بي كمان تيركي سبحان الله إجي شكلهم مقطعين كان لهم جايين على الطوست والله مبسطت كتير لما شفتنا كن شاري الخبز ورايح أجيب شغلات هيكي لانشون مرتديلات كزا شفت هدا التيركي المقطع بهاي الطريقة جاي على شكل الطوست تماما أو الخبز اللي جايبته قطعت أفوغادو وبانادورا وحطيت خس فيكن تحطوا مخلل يا جماعة هدا الصندويش رهيب 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 قدماء لكم صوص البستو مع تيركي بيجنن طبعا فيكن تحطوا أي نوع مرتديلات وهيك صار جاهز غطيتهم بكيس وحطيتهم على الصفرة رأعمل صندويش البطاطة السوري عندي بطاطة مقلية رأحط عليها بقدونس ورشي من الكمون رشي من الفلافلي وأكيد الملح هاي من الصندوشات البسيطة الطيبة يعني هدا صندوش الدرويش كتلا بيقولوا عنا كتير كتير طيب حتى فيكم بعض الأوقات تحطوا معه توم بس أنا هوا ما حبيت تحطوا بما أنه عند ضيفي بس عادة بحط توم بفرق الخلطة كلها مع البطاطة جبت هدا الصمون رح افتحوا من النص وحط من الصوس يلي عملتوا المايونيز مع الخردل مع ماء المخلل أو بتفرموا مخلاي معهم بتحطوها حطوا هيك بطاطة ومخلل ووراء الخس بنادورة وممكن كما تحطوا شريحة بصل يابس بس أنا ما حطيت كتافيت بهدول ونرجع بنزوده بالصوس يا جماعة صندويش رهيب شكل وطعم طلعت عندي صينة المسقعة من الفرن أخذت توستيك تحميصه طيبي ودابت شوي جبنة الموزاريلا ما بتتخيلوش يضم بسطة ضيفتي بهذا الطبق رهيب بمعنى الكلمة زي أنتو هيك عالسريع كمان كل شي عم حطوا قدامكم بس أنا عم برجع غطي لابا ما توصل ضيفتي حتي يكون كل شي هيكي فرش ما يكون ناشف من الجو كمان جبت هذا الصمون الصغير فتحته أحط هلأ كمان جبن كريمة على الصندويش بهذا الشكل وجبت أنواع من اللانشون في شي مدخن في شي مع الزيتون والجزار يعني هيكي خلطات متوفرة ومناسبة هيكي للصمون أنا أول شي رحت اشتريت الصمون وبعدين رحت ع السوبر ماركت تجيب باقي شغلتا لأنه دول من مخبز وباقي المكونات من سوبر ماركت حطت شرحتين من الخلل وحبت بندورا وخس وبطبق الخبزي هيك عبعضها يا سلام ممكن حط شي بالنص يسبتون رأي عمل كمان صندويش صنف غير هدوك بجيب شرحتين من التوست وبحط عليهم الصوص يلي حضرتو معكن فيه مايونيز وخردل وباقي الخلطة وبحط بيكون وبنادورا خاس بتحطو مخلل وشريحة من الجبن وبطبق قطعت التوست فوقه وبقص الصندوش بالوسط هيك بيكون عندي شكله حطيتو بورق الكابكيكس وقدمتو بهاي الطريقة وعندي طلعت هاي الصينية من الساندويش الرهيبة الطيب يعني انا حطيت هيك من كل نوع شي ثلاثة اربع قطع ما كترت البوريك طلع من الفرن وتركته على جنب لحتى هيك يصير بحرارة الغرفة هلأ بدي قطعو وحطو بطبق التقديم حطيت هيك ورق جرجير زيانتو ع السريع بصراحة صار الوقت كتير ديق ورغم انه مساعدتي اجت تعملتلي البيت الله يعطيه العافي وضبضبت معي المطبخ لانه مطبخي مفتوح على الصالون يعني لازم ضبضب كل شي وردتي بالامور كلها بلشت حط حواضر زيت وزعتر باخر فيديو نزلت ونزلت تريند الزعتر وسألتونا شو المكونات بصراحة انصحكم للاخر تروح اتجيبوا الزعتر جاهز مع احترامي للناس اللي بتعملوا بالبيوت او للناس اللي بتشاركوا على السوشال ميديا ما نو بنكهت ولا نتيجة هذا الزعتر لما تشتروه رح تنسوا اي زعتر جربتوه او دقتو او شفتو طريقتو هذا في نسب معينة تنحط صدقا عند العرجاو وهو ملك الزعتر وغني عن التعريف صار منتشر بدول عربية واوروبية وبكل مكان عندو خلطات ملكية وكذا نوع وكذا نكها مي ما جربو صار ادمان يعني مع زيت هيك بلد وكاسة شاي عن جد قطيب شي بالعالم جربو يعني هاي الشغل الوحيدي يلي ما قدروا ستات البيوت او الناس على السوشال ميديا يجتهدوا وينزلوا وصفة متل الطريقة يلي هو بيعملها انا من نزلي من ست سنين طريقة لعمل الزعتر ما بعرف اذا عندي متابعين من هداك الوقت موجودين ومتذكرين الفيديو انا عملته خاص من كذا سنة لان يعني نكهته طيبي بس انه مو متل هاي فعنا لما بدي قدم وصفية بنزلة على حق اياما بنزلة جربت كذا مرة اخذ وصفات من محلات من الشام جربها بالبيت وبيقلي بالنسب اللي هو يعملها ما تطلع متل هدا الزعتر لهيك انا ما بشارك هاي الوصي معكن عمقلكون اني هدا الحكي بكل شفها فيه بصراحة هدا الزعتر بالذات الجاهز روحوا جيبوه من عند العرجاوي عاب بنوح عالشغلي للناس اللي تترك الخبز وبدور عالفوتات تترك هيك مرات تعليقات بلا طعمي شدها فلك العرجاوي اللي حتى عاملت له هالتعزيم و هالتشهير انا بحب ريح فؤادكن وقلكن انا عمقول هدا الشي للناس اللي بتحب تتابعني وسألتني حتى بالفيديو السابق شو نوع الزعتر مستخدم شو التركيبات تبعيته انا نصحتكن قلت لكم انه الزعتر لا تجيبوه غير جاهز بالبيوت ما بيزبط وعمق لكم الماركة اللي انا بستعملها وماشاء الله هو بصار اصلا العرجاوي ببراند بكل مكان يعني غني عن التعريف فانا يعني اكيد مو ناضطرن لحتى انا اجي اعمله الدعاي وقبض هالقدة عليا وماشاء الله يعني من كتر المشاهدات يلي على اليوتيوب صار اصلا فترة اخيرة اليوتيوب بيبك بعد ما تبكوا قصدي بعد ما تشاهدوا بتمنى هيك شوي ترفعوا الفيديو تشيروه تحطوا لايك سبسي كرات يعني هيك تعليق حلو صار الفترة الاخيرة بصراحة يعني انا من زمان ما طلبت من حدا انه يدعم الفيديو بتمنى انكم تشاركوا والله هذا الفيديو بالذات اخذ مني اكتر من اسبوعين شغل شوفوا قدي مدته جمعتكم كتير شغلات مع بعض بتمنى يعجبكم تستفادوا منه حطيت زيتون طريقته بصندوق الوصف وكمان سكبت حلاوة التمر وجنبها طحيني وهلا عم حط هيك مكسرات كمان عملت عصير الحسرم المميز هذا عملته بالصفل الشاتبية صح بارد بس عن جد طيب ولزيز وهيك اللي تبقدمو لضيفته عملت انا حرق اصبعه قبل بيوم بس ما صورته هذا هيك خضرة جنبه صح بسيط بقي هلا عندي الخطوة الاخيرة هي عمل طبق البيض حطيت زيت زيتون رح تفيه شوي وعندي هون اربع حبات بيض خفقتهم مع رشة ملح ورشة فلفل اذا حابين تحطو بسكوبون وبيخلي هيك يستوي بس اتماسك هيك شي بسيط بحاول نزل البيض لتحت حتى يستوي كله قبل ما ينضج رح حط هاي الخلطة يلي ساويتها من قبل واحتفظت فيها بعلبي قبل بليلي هي فطر وبصل وفلفلي بتعطي طعم مميز وهلا رح احط السبانخ اخترت البيبي سبانش بيعطي هيك كمان طعم طيب البيض جربو ممكن تحطو كمان جرجير وراحط هلا جبن السلايس او بتحطو جبن موزاريلا مرات ما بحط هاي الخلطة بس جبن داخل البيض وبقلبو مرات كمان بحط فوق خبزة بسير متل الصندويش منلفو وبقلبو جبن هيك عندي طبق البيض صار جاهز هلا بطفي الغاز وبنقلو ع طبق التقديم ويؤكل ساخن بارد دافئ البتكونيو وصلت ضيفتي اول ما وصلت ضيفتي عصير الحسرة ممكن تحطها مكسرات وامنا فطرنا ومتل مو شايفين هيك سفرة ماشا الله ما قدرت بصراحة صورة كتير من هيك انا خجلت يعني قداما اني صور السفرة وحطت حرق اصبعو متل ما شفتو زي انتو والاصناف كله اللي ساويتها قدامكم يعني سفرة بتنجز وما كتير بتعزب خاصة انيحنا ما عملنا عجين يعني اغلبو توست وخبز وهايك شغلاتو عملنا في افكار بعد الفطور عملت قهوة وقدمت هذا الحلة وكمان قدمت ترفل المانغو تطير هذا طيب وحتى فيكن تتمزبنزوا فيه هيك لشهر واكتر بيضل بالبراد ما بصر عليه امدا اي شي عنجا تجربوه رائع وبيعطي هيك بتحسوه كطاقة يعني حاب بيقبل ما انهي الفيديو جاوب على سؤال اكيد رح ينسلوا بالتعليقات ماقول عاملي كل هالسفرة لشخص واحد انا بصراحة لما بيجيني اي حدا بحب قوم بيواجبه واكرمه وكرام الضيف اصلا واجب علينا كلنا واكيد كل واحد حسب استطاعته يعني انا ساويت هالاكل اول شي امت بيواجب الضيفة عندي مثلا مساعدتي بسكبلة بديجي زوجي وابني يعني هذا الاكل اكيد رح يتاكل عمراحل وما في شي بينكب وانا من الناس اللي بتحافظ الحمدلله عن النعمة وما بأسرف ولا يعني عندي هذا الشي بطر او شي لأ اكيد كل الناس تتمنى تقوم بالواجب وتتمنى تقدم قد ما بتقدر مثل ما بيقول المثال العين بصيرة والايد قصيرة الله يرزق جميع الناس ويفك ديئتكم ويفرج همكم وتقدروا هيك تقوموا بواجب كل محبة حبوه والله يدي من نعم على الجميع يا رب تمنى والله ربي يرزق الكل الصحة والعافي وراحة البال وتعيشوا هيك حياة يعني كلها سعادي وفرح وهنا صار رازم مودعكم بتشكركم كتير لحسن المتابعة وبتمنى دعم الفيديو بلايك وسبسكرايب بالقناة اذا ما مشتركين وتشيروا الفيديو والسلام اشتركوا في القناة